إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملاً لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين كان حديثنا حول موضوع الإمامة الذي قلنا بأننا سوف نتناوله بإذن الله من خلال مجموعة من القضايا والأبعاد والبعد الأول الذي تحدثنا عنه وبعد مفهوم الإمامة في القرآن الكريم وأن هذا المفهوم هل هو مفهوم يساوي أنوان الحكم والولاية والخلافة كما هو في المفاهيم العامة في الدراسات الإسلامية وأن المفهوم القرآن الإمامة هو مفهوم أوسع وأشمل قلنا أن مفهوم الإمامة إذا أردنا أن أخذه من القرآن الكريم سوف نجد أنه مفهوم أوسع من الولاية والحكم وحاولنا أن نستنبط هذا المفهوم من الآية الكريمة التي وردت في سورة البقرة في قصة إبراهيم عليه السلام وهي قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين أيث قلنا أنه يمكن من خلال تحليل هذه الآية الكريمة أن نجد مفهوم الإمامة له معنى أوسع وأشمل وذكرنا في حديثنا السابق أن الإمامة لا بد فيها أن نأخذ الهداية بدرجة عالية وهذه الهداية هي يجب أن تكون أيضا هداية عملية تجسيدية لها مصداق خارجي متحرك على ساحة المسيرة البشرية والإنسانية والنقطة الثانية التي يمكن أن نستنبطها من هذه الآية الكريمة هي أن الإمامة لا بد أن تكون أمرا مجعولا من قبل الله سبحانه وتعالى وتعبر عن حالة من الاصطفاء والانتخاب والاشتباء الإلهي للإمام والإمامة لا يمكن أن تكون أمرا مجعولا للناس وللبشر وذلك لأن الآية الكريمة التي تلوتها عليكم تصرح بصورة واضحة أن هذا الجعل هو جعل إلهي إني جاعلك للناس إماما إذن فهذه الإمامة هي أمر مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى فهي لها هذا البعد في مضمونها وفي محتواها وفي موقعها إذا أردنا أن نتحدث عن الإمامة كما هي مدلون عليها من القرآن الكريم وهذا الجعل الإلهي يشير إليه القرآن الكريم في مواضع عديدة عندما يتحدث عن الأنبياء والمرسلين وعملية الاصطفاء التي كانت من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء والمرسلين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ثم القرآن الكريم يؤكد عملية الاستمرار في هذا الاصطفاء والاشتباء الإلهي في قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذن فهذه العملية إنما هي عملية واسعة وثابتة في موضوع الإمامة إذن فأولا الإمام لا بد أن يكون هاديا وهدايته لا بد أن تكون هداية عملية تجسيدية مضافة لهداية في الكلام والقول وثانيا لا بد أن يكون الإمام إنسانا مجعولا له الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى ومصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى ومختارا ومجتبا من الله سبحانه وتعالى للقيام بهذه المهمة هذا هو أمر ثاني يمكن أن نفهمه من هذه الآية القرآنية الأمر الثالث الذي يمكن أن نفهمه من هذه الآية القرآنية في مدلول الإمامة هي أن الإمامة تعبر عن حالة من الامتداد للنبوة والرسالة ويمكن أن نكون أكثر دقة في مقام التعبير عن قضية الامتداد هو أن الإمامة تعبر عن امتداد للنبوة والرسالة ولكن بمستوى تطور النبوة والرسالة والوصول بها إلى درجة عالية في حركتها وفي مسؤولياتها وفي موقعها التي يريده الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة ولهذه النبوة وذلك إذا أردنا أن نلاحظ أمرين في هذه الآية الكريمة التي تلوتها عليكم الأمر الأول هو أن نجعل الإمامة لإبراهيم عليه السلام إنما كان في مرحلة متأخرة من حياة إبراهيم عليه السلام كما تشير هذه الآية الكريمة إلى ذلك الآية تقول وَإِذْ إِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قال إني جاعلك للناس إماما إذن فهذه الإمامة إنما جعلت لإبراهيم بعد ابتلاء الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بالكلمات ومن الواضح بأن هذا الابتلاء لإبراهيم عليه السلام إنما كان بعد نبوة إبراهيم وبعد أن أصبح إبراهيم رسولا لله سبحانه وتعالى فكان هذا الابتلاء وبعد هذا الابتلاء كان هذا الجعل للإمامة وسياق القصة أيضا كما هو مذكور في سورة البقرة لمن يراجعه يلاحظ بصورة واضحة بأن هذه العملية إنما كانت في الأيام الأخيرة أو المرحلة الأخيرة من حياة إبراهيم عليه السلام كما تشير الآية الكريمة نفسها إلى هذا المعنى حيث أن إبراهيم عليه السلام هنا طلب الإمامة لذريته قال ومن ذريتي وهذا الطلب ينبع على أن إبراهيم عليه السلام كان عند تنجعله إماما كانت له ذرية ومن الواضح بأن إبراهيم لم يكن له ذرية إلا في آخر حياته إبراهيم بعد أن أصبح كبيرا وشيخا كما يدل القرآن الكريم على ذلك في آيات عديدة جاءته البشرى بالذرية وبعد أن كان يكاد أن ييأس من وجود هذه الذرية إذن فالذرية جاءت لإبراهيم في عهد متأخر من حياته والآية الكريمة تشير إلى أن هذا الجعل إنما كان جعلا بعد أن أصبح لإبراهيم ذرية إذن فالإمامة نلاحظ بأنها تعبر عن درجة عالية من حركة إبراهيم التكاملية أي بعد أن كان نبيا بل بعد أن كان رسولا ويشير إلى ذلك أيضا بصورة واضحة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار في الحديث عن إبراهيم عليه السلام من أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم نبيا اتخذ إبراهيم نبيا بعد أن اتخذه عبدا واتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم رسولا بعد أن اتخذه نبيا واتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا بعد أن اتخذه رسولا واتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم إماما بعد أن اتخذه خليلا إذن فإبراهيم عليه السلام مر بعدة مراحل تكاملية المرحلة الأولى كانت هي العبودية لله سبحانه وتعالى إني عبد الله ثم بعد ذلك كانت المرحلة الثانية عندما جعله الله سبحانه وتعالى رسولا عندما جعله الله سبحانه وتعالى نبيا ثم تطور إبراهيم فكان رسولا ثم تطور إبراهيم فكان خليلا لله سبحانه وتعالى ثم تطور إبراهيم عليه السلام فأصبح إماما ومجعولا من قبل الله سبحانه وتعالى إذن فهذه الإمامة تعبر عن حركة في الرسالة والنبوة وتعبر عن امتداد للنبوة والرسالة وهذا الامتداد في الواقع يمثل أيضا حالة من التطور والتكامل في حركة النبوة والرسالة هذا أيضا بعد آخر في الإمامة ويمكن أن نفهمه من هذه الآية الكريمة عندما نحللها بصورة دقيقة والخصوصية الرابعة التي يمكن أن نضيفها إلى هذا الموضوع بحيث يتكامل مفهوم الإمامة هو أن الإمامة كما نلاحظ لا بد فيها من أن يكون الإنسان إنسانا معصوما عن الذنب وبعنى ذلك أن يكون في مواصفاته الروحية والنفسية والأخلاقية والسلوكية إنسانا كاملا في هذه المواصفات وهذا ما يعبر عنه بالعصمة العصمة هي عبارة عن تكامل في حركة هذا الإنسان في هذه الأبعاد في الأبعاد الأخلاقية في الأبعاد الروحية في الأبعاد السلوكية بحيث يصبح هذا الإنسان إنسانا يتطابق سلوكه دائما مع الحكم الشرعي ومع ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان ومع ما يرضي الله سبحانه وتعالى في حركة هذا الإنسان يعني تطابق إرادة هذا الإنسان ذلك لن نعبر تعبيرات كلامية نقول تطابق إرادة هذا الإنسان للعمل مع الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى هذا التطابق الكامل في الجانب الروحي للإنسان والمعنوي وفي الجانب السلوكي معا هذا التطابق يمكن أن نعبر عنه بالعصمة والعصمة طبعا لها درجات حيث أن هذا التطابق قد يكون تطابق ليس فقط في جانب الواجبات والمحرمات بل قد يكون تطابق في جانب المستحبات وعندما يكون أيضا تطابق حتى في جانب المستحبات والمكرهات أيضا المستحبات والمكرهات لها مراتب وهي كثيرة فكلما كان هذا التطابق أعلى وأدق وأكمل وهكذا الجانب الروحي الذي يكون وراء السلوك أعلى وأكمل تكون درجة العصمة أعلى وأكمل وبذلك يتفاضل الأنبياء بعضهم على بعض من خلال هذه الدرجات العالية التي يحظى بها الأنبياء ويحصل عليه الأنبياء في عصمتهم العصمة بهذا المعنى من السلامة في الجانب الروحي والمعنوي والسلوكي لهذا الإنسان أيضا يمكن أن نفهمها كخصوصية من خصوصيات هذه الإمامة بحيث أن الإمامة لا يمكن أن تكون إلا مع هذه العصمة وهذا الأمر يمكن أن نفهمه من هذه الآية الكريمة طبعا كما قلت أنه مضافا إلى هذه الآية الكريمة توجد شواهد كثيرة وآيات كثيرة أيضا تشير إلى موضوع العصمة في الأنبياء وهو من الأمور التي يسلم بها العلماء المسلمين جميعا بالنسبة للأنبياء فإذا كانت الإمامة هي درجة عالية من النبوة إذن فباب الأولى أن تكون الإمامة أيضا معصومة لكن في هذه الآية الكريمة أيضا يوجد ما يشير إلى هذه العصمة وهي قوله تعالى ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين هنا القرآن الكريم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما طلب منه إبراهيم أن تكون الإمامة في ذريته أو سأله أو رجاء أن تكون الإمامة في ذريته هنا الله سبحانه وتعالى بيّن ووضح بأن هذه الإمامة لا تكون في الظالم لنفسه والظالم لنفسه هو الإنسان الذي يرتكب الذنب ويرتكب الإثم هذا العهد وهو عهد الله سبحانه وتعالى لأننا قلت أن الإمامة هي مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم هنا يبين عهد هذا العهد وهو الإمامة لا ينال ولا يصل ولا يمكن أن يكون صفة وموقعا ومنصبا لإنسان يكون ظالما لنفسه إذن في هذه الإمامة لا تجتمع مع الظلم للنفس والظلم للنفس هو عبارة عن ارتكاب الإثم والخروج على طاعة الله سبحانه وتعالى والتمرد على الأوامر الإلهية إذن فخصوصية الإصمة من الخصوصيات التي أيضا ترتبط بالإمامة هذه خصوصيات الإمامة بقي عندنا الإشارة إلى خصوصيتين أخريتين في الإمامة نتركهما إن شاء الله للحديث الآتي وبذلك يتكامل مفهوم الإمامة كما نفهمه من القرآن الكريم ونكتفي بهذا القدر من الحديث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر